اشتركوا في القناة كتاب على الهوى ورح فرشيكم عم تشوفوا بس مش هيكة بس وإذا بربنا الكتاب ورح رح نشوف وجه تاني وجه تاني مختلف صحيح أول شي كتاب عم تقولي العنوان قوي يعني هدي التالت رواية أول اثنان إذا بدك كانوا مثل عم جرب إذا بعرف اكتب إذا بعرف شد الناس إذا بعرف طلع كتاب والناس تشتريه الكتاب لما لقيت أنه أول خطوة نجحت إلى حد ما أنه هيتلها نفوت أكتر فيها فيابدنا نعمل شيء قوي يعلق بالناس يما نجرب نكتب من الأساس قصة قوية بتحكي عن مشاعر حقيقية جدا بعيلة فيك تقولي مشارزمة فيك تقولي مفككة فيك تقولي المشاعر اللي موجودة فيها إن كان بكل أعضاء أو بكل أفراد مشاعر حقيقية مشاعر كتير داخلية هيك بتشد الناس بتدق بالناس فما فينا نكتب قصة قوية إلا ما يكون عندها عنوان قوي بس العنوان أكيد خصوا بالقصة مش جاية من كوكب تاني العنوان بيكمل القصة إذا انتبهوا شايفوا فيه ثلاث نقط قبل العنوان هي ثلاث نقط وقتل تباية فجزء كتير كبير بالثلاث نقط حياة طويلة قبل ما يوصل لهالقرار ومن بعدها كمان بتصور باللبناني عم تكتب شربل باللبناني لأنه كاتيا أنا بتعرفي بشتغل بويب سايت الام تي في يعني بكتب عربي فصحة مظبوط فمش هربا من الفصحة ولا كمانا هربا من لغات الفرنسية والإنجليزية لأنه نحن بنعرف هاللغات كلبنانية بس أكتر لأنه لغة بتشبهنا أكتر لما تحكي بطريقة الناس بتصدق فيها أكتر ليه بدك تحكي بطريقة الناس ممكن ما تفهمك بالأساس أو تستصعب هالفكرة فكمان هي سلسة أكتر بتفوت على القلب أكتر بتحسي متكاني قاعد أنا هيك عم خبرك هلأ هيك مكتوبة القصة ومن نوع أنه هادي أول مرة بتنكتب روايات باللهجة اللبنانية قبل أكيد فيه أشعار وفيه خواطر كتير باللبنانية بس رواية ما فيه باللبنانية فكمان حابت أنه شيء جديد بيكون بنعمل مخاطرة المجازفة بالنهاية حلوة وإذا الإنسان ما جازف ما بينجح وكمان شفت من الكتاب اللي قبل أنه فيه ناس بالعالم العربي حبه نحن اللبنانية شوية عندنا أقل محبة للبنان من العالم العربي العرب كتير بيحبونا وبيحبوا يقرولنا وإن شاء الله هالكتاب بينجح محبة نحن نعتبر أن بلك اللبناني ما يكون بمتناولة الجميع صحيح بس بفاجئة كاتيا أنه العرب بيحبه لأنه عن جد بيشوفوا بيروت عاصمة لبنان بيشوفوها بريز الشرق وسويسرا الشرق وكل شيء نحن بطلنا نشوفها بس العرب بلا بيحبوها وهلأ إذا أقلرات في عنا معرض الكتاب الدولي بالقاهرة رح يكون الكتاب موجود وبعدنا كما رح يكون بيتونس والجزائر وفي ناس على فيسبوك طالبين الكتاب فهذا شيء حلو فإذا اليوم أنت عم بتشوف أنه اللبناني ما يعني كونك عم تكتب باللبناني هذا شيء خلى يكون في نتيجة أكتر وفي انتشار أكتر صحيح يعني كاتيا أنت رح تحب الأشخاص بالمدارس رح يحبوا في كتير تلميذ مدارس اشتروا الكتاب حتى بعرف بمدارس في أساتذي كانوا عم بيقولوا لازم نعطي الكتاب كمانا للتلميذ يقروا لأنه لقوا تلميذ عم تتشجع تقرأ الأشخاص يلي ما بيعرفوا العربي المظبوط يلي شوي هن ربيين بيعيل عندهم يعني إنجلش أدوكيتد أو فرنش أدوكيتد فعم بيحبوا أكتر لأنه اللبناني بيشبههم ما في شيء صعب يعني كتير قريب منهم وكمانا أنه العرب عم بيحبوا بيكتشفوا لغة جديدة ضروري نضيق اللبناني بخضم كل اللغات اللي منعرفها بس كمانا هون يبقى كمانا بهالكتاب في الناحية البسيكولوجية يلي بتكون عم تجذب كمان لأنه كل واحد يقدر يشوف حاله بهالكتاب بطريقة من الطرق شو النقطة الأساسية اللي بدك تحكي عنها واللي طلع عن وين وقتل تباية بالنهاني كاتيا اليوم في كتير منشوف عيال مشتتة عيال مش مش زابطة أوقات نسأل لاش بس ولا مرة حبينا نعيش هالحياتي اللي بيعيشوها هالناس كل شخص بهيك عالي بيحط اللوم على الأكبر منه الولد بيحط اللوم عبيه البي بيحط اللوم عمرته المرة بيحط اللوم عجوزة والعكس بيصير حبيت فوت لأنه بشوف أنا بمجتمعنا إن كان بمجتمع الديق يلي أنا فيه أو المجتمع الواسع بشوفي هيك حالات وأنا شخص بيقدر يسجل المشاعر بيقدر حس بمشاعر الناس فقلت ليه ما بترجمها على الورق بيها القصة كاتيا ما في ناراتور واحد ما في راوة كل شخصية بتخبر جزء من القصة بطريقتها يعني بمرات رح تحسي حالك جاك يلي هو أحد الأبطال بمرات رح تحسي حالك ريتا يلي هي إخته لجاك بمرات رح تحسي حالك مريم يلي هي أمهن بمرات رح تحسي حالك إنه مين هالباي ووين هالباي خليني أعرف هالباي ليش راح بمرات رح تبكي بمرات رح تكرهي لهالباي بمرات رح تشوفي إنه الولد بمحلات ليه عم يظلم أمه هالقاد ليل بنت ظلمت أمه وين العدالة بيها القصة كمان بمحلات بتريح القصة بتنتقل لفرنسا جاك مثل ما كنا عم خبرك قبل إنه هو بتعطيه لحياة فرصة تانية فبقرر يفتح صفحة جديدة بيعمل صفرة ليشوف هالصفرة شوف فيها تشفيله جروحه تشفيله روحه مين بيتلاقى هونيك كيف رح يكون اللقاء مع بايو وين رح يكون هاي ده قصة بتكشفها أحداث القصة بس هي إذا بدك مختلط بين الدراما بين تشويق بين حماس بين أدفنتشر بتعرف الكاتب على قصة كتير حلوة وما حدا قريها لهلا إلا ما قال لي حسات حالي أنا بهالقصة ورجعت سألت حالي كتير أسئلة فيها تكون العائلة كاتيا ماشي حالة بس هل يا ترى أنت مكرمي أمك مكرمي بايك هل الأهل عارفين قيمت أولادهم هل هالعائلة قادرة تعرف قيمتها حتى لو ما دروي يكون فيها مشاكل يعني بتلقت العائلة على الميلتان إذا فيها مشاكل أو ما فيها مشاكل تيزر على وسائل تواصل الاجتماعي خانا نشوفهم نرجع ونحكي رجعت على الحياة بأعجوبة وعبالي افتح صفحة جديدة بس ما فيه تمم هالخطوة قبل ما اخد بيطار أمي وبيطار أختي وبيطار كل السنين اللي عشت بضياع ووجع وألم وانقصام مش رح ارتاح إلا ما ققتوا البي وقتلت بي رواية باللهجة اللبنانية بألم شرب الرحمة كمين هيدا في شغل حلو مهنيك علي كمين وتصوير حلو كمين تصوير شغلي كله شغلي مع هذا الشخص اللي عم بيمثل هو صديق لألي والصوت صوتك كمين صحيح تنفوت لكن على القصة نشوف هالتفاصيل اللي موجودة فيها أنا صار لي أرى بس أول كم صفحة وشفت أنه فيه تفاصيل كتير فيت فيها ما خفت من أنه القارئ يزهق من التفاصيل أو بالعكس هي التفاصيل اللي عم تغنيها عادة اللي بيكتب كاتيا بيكون عنده أنه لازم يدخل بالتفاصيل لأنه أوقات إذا بنسرد بس سرد الإنسان معقول يزهق إذا بس تفاصيل كمان معقول يزهق وإذا ما حكينا شوي التفاصيل وكنا عم ناخد القارئ ونرده بتخلص الرواية بعشر صفحات رواية 300 صفحة بس أنا أكد لك أنه ما حدا بلش فيها إلا ما خلصها بيومين وفي أصحاب خلصوها بنهار عملوا ريكورات وهاكي فانبسطت بهذه لأنه في عامل هالتشويق أنه وينوه هالبي وليش هالقد فيه كلهم عم بيدوره حوله وهو مش موجود صحيح وأنا كتير شغلت أنه كل شخصية بالقصة تكون حقيقية ما بدي مثل على حدا ما بدي أكون عم عم أخذ من حدا كنت عم حط حالي أنا كأنه هاي الشخص يعني كمان كنت عم بلعب دور شاب ودور بنت بقلب القصة لا يقدر تكون حقيقية للقارئ ما فينا نكذب على القراء شابل فيه كمان شعر كمان باللبنانة صحيح كمان كله باللبنانة أشعار مش شعار مزبوط يعني كمان أقلتلك كنت قابل إنه بحب كل شخصية تكون هي شاعرة بذاتها أوقات الإنسان بحب يعبر عن حاله بكتابة أوقات بيعبر عن حاله بغنية يعني أكتر أشعار يعني بتلبق تكون أغانية مرات بيكون القارئ عم يقرأ فجأة بيو سلم حال صار فيه غنية بتعبر بعض أكتر عن المشاعر يلي موجودة بهالقصة يعني ما رح يزهق القارئ ما فيها بس سرد ما فيها بس تفاصيل ما فيها بس أشعار فيها من كل شي حتى فيها رسمات أنا رسمهم هيك مخرطشهم فكتاب هيك بشد حتى إذا بنشوف كاتيا إذا بتمسكيه يعني هولي كمان بنتفق معهم مع دار النشر اللي هو دار الجيل كيف بيطعج الكتاب كيف ريحة الورق نوع البالكي اللي مستعملينه بشم القارئ ريحة هيدا بتلعب عن نفسيته بيصير متعلق بالكتاب أكتر حتى ملمس الكتاب كمان هيدا بيأثر على نفسية القارئ أنه يظل متمسك بالكتاب ما يحطه على جنب أنه محبه حلو يعني إذا نحكي عن تفاصيل أنت مهتم بالتفاصيل بشكل كتير دايق شكرا لأكثر بالرحمة لكن هو قتلت بي موجود بالمكتبات بمكتبات أطوان إن الله راد بس في قول شغلي سريعة إنه الكوفر رسمت ساندرا كيروز فوتوشوب شامبول حسواني والرواية اشتغلتها كمدقق إذا بدك للقصة صديقة جاشوة دكاش أهلا وسهلا فيك وقفها لهم نرجع من تابعه لايف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة